بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أرحب بكم طلاب الأعزاء في مادتنا المهارات الرقمية والصفوف العليا للمرحلة الابتدائية ماذا تعلمنا في الدرس السابق؟ تعلمنا في الدرس السابق كيف نقوم باستخدام لبنة الدوران بزاوية محددة من خلال استخدام لبنة الحدث وهي لبنة الترد ديغري واستخدمناها في رسم المثلث والمستطيل حتى نحصل على أشكال هندسية أخرى وأيضا تعرفنا على كيف نستطيع التحكم في مقدار الإنعطاف من خلال تحريك المحركات أو تغيير سرعتين محركين الأيسر والأيبن فنستطيع أن نتحكم في مقدار الإنعطاف بالإضافة أن نقمنا بعمل مراجعة حفظ وتحميل المشروع درسنا اليوم بإذن الله سيكون مقدمة إلى علم الروبوت مشروع الوحدة رقم واحد في درسنا اليوم بإذن الله سنقوم بتنفيذ مشروع الوحدة وهو خاص برسم المربع بهذا الطريقة سنستخدم أو نقوم بمرمجة الروبوت حتى يرسم لنا المربع بهذه الصورة ماذا سنحتاج في هذا الدرس أو في هذه الوحدة بشكل عام؟ استخدمنا الرابط أو الموقع الخاص ببرمجة الروبوت وهو الـ Open Roberto Lab حتى نستطيع أن نقوم بمحاكاة حركة الروبوت وبرمجة الروبوت في بيئة افترابية سؤال فكر معي عزيز الطالب كيف تتحرك عجلات السيارة حتى تنعطف؟ أحسنتم تستخدم السيارة عجلاتها بالكامل باختلاف سرعاتها إذا كانت تريد الانعطاف يميناً أو يساراً ورأينا في الروبوت أننا نستطيع التحكم بتغيير سرعتين المحركين الأيمن والأيسر كيف نستطيع أن نقوم بحفظ مشروعنا؟ رأينا أن نقوم بالذهاب إلى قائمة Edit ثم نقوم باختيار أمر Save As وبعدها تنبثق لنا نافذة خاصة بالحفظ فنقوم باختيار اسم المشروع أو اسم الملف المراد حفظه طيب كيف نقوم بتحميل المشروع الذي قمنا بحفظه؟ بنفس الطريقة من قائمة Edit نقوم باختيار My Programs أو برامجي ثم أقوم بالنقر على البرنامج الذي تم حفظه ومن ثم يتم تحميل المشروع أو فتحه سؤال كيف نستطيع أن نرسم مربعاً بالروبوت؟ بهذه الطريقة فإذن دعونا نطبق معاً مشروع الوحدة المطلوب مننا في المقرر هو أن تقوم عزيز الطالب بإنشاء برنامجاً يجعل الروبوت يرسم شكلاً مربعاً يتكون المربع من أربعة جوانب وأربعة زوايا متساوية ولذلك سيحتاج الروبوت إلى التحرك إلى الأمام ومن ثم الإنعطاف أربع مرات لتشكيل المربع لجال الروبوت يستدير بالمقدار الصحيح فإنك تحتاج إلى اختبار الروبوت والعثور على السرعة المناسبة والصحيحة وتحديد المسافة المناسبة لضبط خصائص اللبنة بصورة سليمة يمكننا برمجة الروبوت لرسم مربع بطريقتين مختلفتين من خلال اللبنات التي تعلمناها سابقاً هل تتذكر اللبنة البرمجية التي تستخدم لتحريك الروبوت إلى الأمام؟ أحسنتم نعم لبنة الدرايف ديستن سانتيمتر هي اللبنة الخاصة بتحريك الروبوت حتى يتقدم إلى الأمام وهذه الطريقة طيب سؤال طبعاً هذه الطريقة تعتبر الطريقة الأولى طيب سؤال آخر كيف سيتحرك الروبوت إذا استخدمنا هذه اللبنة الدرايف أو القيادة؟ أحسنتم سيتحرك إلى الأمام من موضع البداية طيب هل تتذكر عزيزي الطالب اللبنة البرمجية التي تستخدم للدوران أو لدوران الروبوت بزاوية محددة؟ أحسنت عزيزي هي فعلاً لبنة الترن ديغري فإذا أقوم باختيار لبنة الترن أحدد السرعة للروبوت وأقوم بتحديد زاوية محددة لتحريك أو دوران الروبوت بزاوية معينة وهذه تعتبر الطريقة الأولى لتغيير الروبوت لو سألنا أنفسنا عندما يصل الروبوت إلى نهاية الخط سيستدير بمقدار زاوية المربع كم قياس أو كم مقدار زاوية المربع؟ أحسنتم زاوية قائمة ومقدارها 90 درجة فإذا سنستخدم الترن أو لبنة الاستدارة ترن سبيل بسرعة وبزاوية مقدارها 90 درجة بهذه الطريقة طيب كم عدد أضلاع المربع؟ وكم عدد زوايا المربع؟ أحسنتم نعم عدد أضلاع المربع أربعة وعدد زوايا المربع زوايا قائمة وعددها أربع هل سنحتاج لرسم المربع إلى تكرار اللبنات؟ معنات أن نقوم بعمل لبنة واحدة وأكررها عدة مرات؟ نعم سنحتاج للقيام بالتكرار للبنات التي قمنا ببرمجتها طبعا سنحتاج إلى تكرار هذه اللبنات أربع مرات حتى نرسم مربعا كاملا فإذا سنستخدم لبنة القيادة بسرعة محددة وبمسافة معينة ثم نستخدم لبنة الدوران بزاوية محددة بسرعة مثلا 30 والزاوية هي 90 درجة طبعا لتكرار نقوم بعمل هذا البلوك أو هذا الجزء من البرمجة أو لبنتين بدمجها وبتركيبة مرة واحدة ثم نقوم بعمل دوبلكيت أو تكرار لها كيف نستطيع عمل تكرار للبنات؟ ومجرد أن نقوم باختيار اللبنات المراد تكرارها ثم نقوم بالنقر على زر الفأر الأيمن ثم نقوم باختيار أمر دوبلكيت فيتم تكرار تلك اللبنات وتكرارها أربع مرات إذا أردنا بدون تغيير أرقام السرعة أو المسافة مجرد نقوم بعمل تكرارها فيتم تكرارها مباشرة بالأرقام أو بالقيم التي قمنا بكتابتها تطبيق عملي لرسم المربع باستخدام لبنة الترن ديجري طبعاً في البداية نقوم باختيار فئة الأكشن أو الحدث نقوم باختيار لبنة القيادة درايف ومن ثم نقوم باستخدام لبنة الترن أو الدوران بزاوية محددة نقوم بتغيير السرعة تحرك الريبوت نجعلها مثلاً خمسين والمسافة مثلاً نفترض أنها ستكون ستين أو أربعين أو أي رقم للإعطاف سنقوم بتغيير الزاوية وهو المهم إلى زاوية تسعين حتى يرسم لنا زاوية قائمة نقوم بتكرار ضغط على زر الفارع الأيمن اختيار أمر duplicate للبنة القيادة بنفس الأرقام التي اخترناها وبنفس الطريقة سنقوم بعمل تكرار لبنة الترن أو الدوران بزاوية محددة لو قمنا بعمل محاكاة حتى نرى كيف ستتأثر البرمجة الريبوت إذا قمنا بالضغط على السم ثم تشغيل الريبوت سنجد أن الريبوت سيتحرك للأمام ثم يقوم بالاستدارة بزاوية تسعين ثم يقود أو يتحرك إلى الأمام بهذه الطريقة طيب سؤال ما هي اللبنة البرمجية التي تستخدم لتوجيه الريبوت بشكل منعطف أحسنتم لبنة هذه اللبنة هي خاصة بتحريك أو بنعطاف الريبوت بزاوية أو بسرعة محددة وهي هذه تعتبر الطريقة الثانية إذن لدينا طريقة ترن ديجري والآن سنرى طريقة أخرى لرسم المربع باستخدام هذه اللبنة الدراف ديستينس طبعا من أجل تنفيذ هذا المشروع يمكنك استخدام لبنة القيادة بسانتيمتر الدرايف ولبنة مسافة التوجيه الاستير ديستين سانتيمتر بناء على ما تعلمناه سنختار اللبنات المستخدمة لكل حركة حتى يقوم بها الريبوت نلاحظ أني سأقوم بوضع اللبنة الدرايف والاستير ثم نقوم بتكرارها ثلاث مرات لأنني أريد أن أرسم مربعا فكأني فعلا نفس اللبنات كررناها أربع مرات باعتبار أن لدينا أربعة أضلاع وأربعة زوايا لماذا كررناها؟ لأننا نرسم مربعا وكيف نكررها؟ بالضغط على زر الفارة الأيمن نختار duplicate فيتم تكرارها أربع مرات ونقوم بإلساقها مع بعضها البعض دعونا نطبق عمليا تطبيق عملي نقوم باختيار أولا لبنة القيادة نقوم بتحديد سرعة الريبوت وتحديد مسافة التي سيقطعها الريبوت للتقدم مثلاً أربعين سنتيمتر بعدها أيضاً نختار من فئة الحدث أو الأكشن لبنة الاستير أو التوجيه بسنتيمتر ثم نجعل نحدد سرعة المحرك الأيسر والأيمن حتى ينعطف ورأينا للعطاف الاستير أنه إذا أردنا الاتجاه إلى جهة اليمين فإننا نزيد من سرعة المحرك الأيمن وإذا أردنا الاتجاه إلى اليسار فإننا نزيد من سرعة المحرك الأيمن والأكس نقوم بالضغط على اللبنة المرات تكرارها ثم نضغط على الـ duplicate فيتم تكرارها بالأرقام أو بالقيم التي قمنا بكتابتها ومثم نقوم بإلساقها في اللبنات البرمجية ونفس الطريقة نقوم بتكرار لبنات الاستير نقوم بتصغير الشاشة حتى يتسنى لنا رؤية الكود بشكل كامل طبعا نستطيع رفع اللبنات بالجهة أو اللبنات الـ start أو البداية فيتم رفع اللبنات بشكل كامل نفس الطريقة سنقوم باختيار تكرار اللبنات الأربعة بهذه الطريقة ونقوم بهذه الصورة تصغير الشاشة ومن ثم تكرار اللبنات الخاصة بالقيادة والخاصة بالـ steer distance الخاصة بالنعطاف الـ report بزاوية 90 نقوم بإلساقهم مع بعضهم البعض بهذه الطريقة تكرار للاستير أو التوجيه للـ report وبهذا نكون انتهينا من عمل اللبنات البرمجية نقوم ببدء بالمحاكات نضغط على السم ثم نقوم بعمل الضغط على تشغيل المحاكاة حتى يستطيع الـ report لرسم الإنعطاف لاحظوا هذا الإنعطاف الأول ثم هنا الإنعطاف الثاني الزاوية الثانية ومن ثم هنا الإنعطاف الثالث ومن هنا الرابع فنجد السرعات تختلف على حسب اتجاه الـ report وحسب أين سيتجه إذا كان يميناً أو يساراً إذا كنت أريد أن ينعطف الـ report إلى جهة اليمين فأني أقوم بزيادة سرعة المحرك العسر إذا أردنا أن نحرك الـ report إلى جهة اليسار فإننا نزيد من سرعة المحرك الأيمن وهكذا حتى ينعطف بشكل كامل طيب لاحظ معي الفرق في شكل الزوايا بين الطريقتين نلاحظ أن في لبنة الترن ديجري نجد أن الزاوية قائمة 90 درجة بينما في لبنة الاستير distance سنتيمتر نجد أن الزاوية بحافة ناعمة وبشكل دائري فتختلف عن شكل لبنة الترن طيب ماذا تعلمنا في درسنا اليوم؟ تعلمنا كيف نستطيع أن نقوم بتنفيذ مشروع الوحدة الخاص برسم المربع واستخدمنا لبنتين خاصتين برسم المربع إما أن نستخدم لبنة الدوران بزاوية محددة باعتبار أننا نعرف أن زوايا المربع قائمة فنستطيع أن نحدد الزاوية الخاصة بالريبوت ومن ثم يقوم برسم الزاوية الخاصة بالمربع أو أننا نستخدم لبنة الاستير distance سنتيمتر باعتبار أن لبنة التوجيه أو الاستير نستطيع أن نقوم بعمل عطاف للريبوت إما بالاتجاه اليمين أو اليسار وبالتالي سنقوم بتشكيل شكل مربع من خلال هذه اللبنة طبعا استخدام الحاسب عزيز الطالب يحتاج إلى مهارة عملية وممارسة وتدريب مستمر فهو مهارة مثل مهارات الحياة مثل مهارة السباحة وقيادة السيارة أو أي مهارة من مهارات الحياة تحتاج إلى تدريب وتدريب وممارسة بشكل مستمر حتى تحصل على الاحترافية والاختصاص في هذا المجال أشكر لكم حسن متابعتكم أعزائي الطلاب وتمنياتي لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته